الطماطم فاكهة في يوم من الأيام بينما كانت الخضر في طبق والفواكه في طبق آخر على طاولة المطبخ قفزت حبة الطماطم من طبق الخضر إلى طبق الفواكه تضايقت الفواكه من هذا التصرف فقامت التفاحة تعترض على حبة الطماطم مكانك ليس بيننا يا حبة الطماطم أنت من الخضر هضي إلى طبقك من فضلك حبة الطماطم أنا فاكهة ومن حقي أن أكون في هذا الطبق بقيت الخضر في طبقها تراقب ما يحدث في حين قامت الموزة تحتج هي الأخرى على حبة الطماطم ها 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 أنت فاكهة وبما سرتي كذلك كلنا نعرفك من الخضر يضعونك في الطنجرة ويطبخونك فوق النار تدخلت الإجازة الحكيمة وقالت لا بأس يا حبة الطماطم ولكن لابد أن تشرح لنا كيف أنت فاكهة ونحن نعرفك من أنواع الخضر حبة الطماطم وأنا مستعدة لذلك الفلفل سنجلس جميعا أمام محكمة تحكم بين الطماطم من جهة وباقي الفواكه من جهة أخرى تألفت المحكمة من الباذنجانة والجزرة والبرتقالة وجلس في القاعة باقي الخضر والفواكه بينما وقفت اليقطينة ونادت في الحاضرين محكمة قام الجميع احتراما للقضاء وانطلقت الجلسة قالت الجزرة ماذا تقولين أيتها التفاحة؟ التفاحة يا سيدة القاضية نحن نعرف جميعا أن الطماطم من الخضر وليست فاكهة الجزرة وماذا تقولين يا حبة الطماطم؟ وقفت حبة الطماطم وقالت يا سيدة القاضية أنا فاكهة من جهة بذور التي نشأت منها والطباخون هم الذين حشروني مع الخضر وأنا فخورة بأن أكون من الخضر لأني أمنح الأطباق لذة ولكن يجب أن يعلم الجميع بأنني من الفواكه أيضا تشاور القضاء فيما بينهم فنطقت الجزرة بالحكم الطماطم فاكهة وهي أيضا من الخضر لذلك من حقها الانتقال من طبق الخضر إلى طبق الفواكه ومن طبق الفواكه إلى طبق الخضر صفق الجميع لهذا الحكم وقالت التفاحة والموزة وهما يعانقان حبة الطماطم كلنا موجودون لأجل تغذية الإنسان تغذية صحية إذا أعجبك الفيديو وشاهدته حتى النهاية فلا تنسى دعمنا بالاشتراك والإعجاب ليصلك كل جديد أحبكم